من وراء الوضع الابتصادي اللي عم نمرق فيه أولادة خمسة تون خسروا أشغالهم اليوم مافي شغل مافي معيل حتى أكسجان مافي مافي إلا رحمة ربنا متل ما بتقول الحجة سمعوا معي قصة الحجة درية مرحبا حجة أهلينا حبيبك كيف حيبك؟ كيفيك؟ حمد لله رب العالم أنا طارق سواد من تليفزيون الجديد شرفنا يا عامل نيحة؟ أنا بجنة أنا بحب الجديد قد الدنيا ونحن منحبك فيه يجيب كرسى وقعدت سيار بعنك شوية؟ ولو أميت أهلا وسهلا يلا ما راح أخذ من وقتك كتير شرفت يا عمي خبريني إن شاء الله هالوضع ما أسر عليكم والله أسر كتير ما أسر أسر كتير خرب بيوتنا تكسر غراضنا يعني زودي قام من الموت يعني أنا ما فيني أمشي مني ما كنت هون كنت عن بنتي لو كنت هون كنت قتلت زودي كله دروح إيدي وإجراء وكلها يتو بالإنفجار بالإنفجار وهذا كله كسر بيتنا مضل في شيء وأنا عندي ربق عندي ماء على صدري وعندي عضلت الألب تعباني وما فيني أمشي عجري وش عوزك بيشتغل حجي؟ عمره سبعين سنة شو بدي أمشي تشتغل إلو عجري سنة أعجي وأنتم مين عايشي بالبات؟ الله يخليهم يعني بيشوا بيتحننوا علينا وبنات أولادي الله يخلي لي إياهم كانوا يشتغلوا وكلهم كان الحمد لله هلأ أولادك عم يشتغلوا؟ ما أحد عم يشتغل يعلي وكلنا عندهم عيال كل أولادك ما عم يشتغلوا؟ كلهم عم كم ولد اسم الله عندي؟ عندي أربع بنات وطبيانات واثنين قاعدين وأبني بالأزر طب كيف عم تعيشوا؟ كيف بتاكلوا؟ الله يعني الله يخلي اللي بيتحننوا علينا وبيجيبونا ألموني وهالأشي وبيبتاعدونا منبيع مننا ومنأكل مننا شو مننا عمل؟ من الناس الحلوين اللي بعضهم؟ الناس القلبهم طيب اللي بيساعدونا وجيراننا كل نياتنا الحمدلله قلبنا عبعض الحمدلله الحمدلله تعرفين عم بيجي لحتى إلكون الله يقويكن والله يصبركن ويعطيكن العافية عم فل أنا من هون متعلم منكم الدروس كتير الله يخليك عن جد هون الخرب تبيض كتير والله إمنا من الموت الحمدلله رب العالم الله يطولنا بعمريك الله يطولنا شو بك صحيا؟ كنت عم تقليلي ما فيك تمشي لا يمشي أنا هيدا الهاركني ما فيني يمشي بس سواء الله بيعطينا يمشي شواء لكل اللي عم بيتبعوك أنت بحاجة لشو اليوم؟ مثل أنا عندي كمان ما فيني بدي عم بجيبولي تطاعة ما عم بتفيدني كان عنا مكنة يعني بتعملها أكسجين نكسر ثم نكسروا الغراض كله يعني أنت بحاجة لمكنة أكسجين إيه مكنة أكسجين آه بس يكسر خير والأكسجين إن شاء الله راح نقدر نأمن مكنة الأكسجين الله يخلي عم بيك بعض الناس الحلوين كتار وعب يشوفوك هلأ على الجديد بهالشهر الفضيل الله يخليونه بضل جديد طول عمره يا رب مرفوع الرات أنا عندي لأليك هديك صغير كتير كتير الله يخلي من فاعل خير منا مني هي 100 دولار الله يأويكم ويخليكم يا رب فيي أطلب منك شغلة شيل شواء الكمامي شوف باسمتك أنا مبعد هاك عطول بديك رمضان كريم الله كريم الله يخلينا إيايكم يا راحم مثله متلك تار من اللبنانية خسر شغله جراء الأزمة الاقتصادية اللي عم نمرق فيها هي قررت تساندو تاخد عنه الحملة شوي شوفوا معي ساندي شو عم تشتغل اليوم لتعيل عائلتها مرحبا مرحبا كيفك؟ الحمد الله شو معيك؟ معيك كاستر وتجيلو صاري أني حشور طارق السواد من تليفزيون جديد تشرفنا شو هوا دول؟ كاستر وتجيلو عم ببيعون نشتغل بالبيت عم ببيعون عنجال؟ ها هلأ بتمشي بالحي من هون؟ ها في جارتي مستنا اليون راح أعطيهايا هون صرت ملاحظ أنه كثار أنتو هون بالحي وبالمنطقة الصبايا والستاتيا اللي عم تشتغلوا إداه إليك عم تشتغلوا تعملوا المستحيل؟ صليت قريباً شي سنتين بس هلأ زاد شوي يعني زاد حماسة للشغل أكتر ليه؟ صراحة موقت الإنفجار جوزي قعد بالا شغال ومضطرين بنا نشتغل لنعيش كيف عم بيكون الشتغل بهالوضع؟ لك هيك وهيك يعني هلأ كثير خافة بتعرف المعيشة يعني مش كل العالم بس أنا بس يطلبوا مني عم ببكتر شو اسم حضرت بك؟ ساندي 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 مثلاً متى آخر مرة كنت باعتها؟ من جمعة تقريباً من جمعة؟ هيدا الجمعة كلها ما اشتغلتش أبداً هلأ اليوم أول طلبية جوزي ما بيشتغل؟ لا جوزي ما اشتغل كم ولد عندك؟ ولدان طيب وخبريني قدها بتبيع الوحدة؟ الوحدة بـ 5000 واحدة ب 5000 تعرفي بعضني هيك مبسوط فيك كتير يعني عن جد عم بتعلم منكم كتير قدها أنتو عنكن إصرار وقدها بتكافروا حتى تعيلوا ولاتكن طبعاً تحيي ليليكو ولكل أم المتلك مرسي بتسمحيلي كون أول حدا يمكن اليوم عم بيشجعك وأخذ وحدة؟ أكيد سهلاً أكيد هادي شو كاستر؟ ايه كاستر اوكي أسمحيلي أنا بيدوري أعطيك هدية صغيرة كتير هادي لأيلك بس لحتى أقليك يعطيك العافية هادي منا مني من فاع الخير حبي هالشار الفضيل يقول لكل الناس اللي عم بيسابروا ويشتغلوا ويعمل مستحيل اللي يطلعوا لقم يتعايشون إنه بعد فيه كتير ناس حلوين ونحنا كلنا هون يحط بعضنا مرسي كتير كلكنزو بس بدي أطلب منك طلب يلا في عندي جارتة كمان هي بهمة تشجيع يعني جارتك؟ ايه جارتة كمان هي بتشتغل مثله بس بغير الحلو يعني شو تشتغل؟ تعمل صوسات بالبيت صوسات؟ مم؟ شو اسمها؟ ليندا ليندا؟ رح اسأل عنها ورح روح لعندها مرسي كالكنزو كتير حلوة نفسيتك إنك فكرت فيها مرسي كالكنزو مرسي ساندي مرسي لكم مرسي 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 شوفي شوفي مرسي كتير لفتني إنه ساندي خبرتني كمان عن جارتها اللي اسمها ليندا يلي هي كمان من جبرة بتشتغل من بعد ما جوزة خسر شغله لحتى تعيل عائلتها شوفوا معي شو عم تشتغل ليندا مرحبا مرحبا كيفك؟ اه في أحكي معك شوي؟ ايه أكيدا لو سهلة تفضل أنا طارق سويد ايه أهلا من تليفزيون الجديد ايه أهلا تشرفنا حضرتك ليندا ايه نعم أول مرة بجي لعند حدا بعرف شو اسمه لأنه ضلفتني عليك جارتك اسمها ساندي ايه صحيح كانت عم بتبيع حلويات صحيح وقالتلي جارتك كمان بتشتغل وتعمل سوسات وإشياء خبريني شو بتعملي؟ بعمل تتبيلة تجاج اسكالوب بالصنيعة طلب يعني كوردنبلو صراحة لأنه أنا جوزة قاعد بلا شغل إله فترة طويلة وبهالانفجار تقزمنا يعني كل بيت ابني جوزة تصاوب قده إله قاعد بلا شغل؟ إله والله من وقت الكورونا وقبل كمان شو ثلاثة سنين يعني بدك تقول فأنا حبت أني كون أنا عندي صبيان إيه لقلبات يعني لحتى لنشوف شو بدنا نعمل من ضل قاعدين بلا شغل كنت قابلت شغلي يعني بمحل وفي البيت؟ إيه عند الفاكهانة صراحة وبالانفجار خسرت شغلي خسرت شغلي إيه فمش ما ضلني قاعدة هيك وما في أشغال وهيك اضطرت أني أشغل ببيتي والحمد لله يعني عالطلب منشغل لأنه خسرنا أشياء كتير يعني مثلاً أي متى آخر مرة إجاكي طلب لين؟ يعني هلأ منشي خمسة أيام ما كان فيه هلأ مبارح رجعت إجاني الحمد لله وهي أنا عم حضر الطلبية عم بتحضرية؟ إيه كان قليك خمسة أيام منشغل؟ كان ما فيشي كيف شو بتعمله لما ما يكون فيه شغل؟ يعني من التكلم ننطر ولاد الحلال إلا ما الله يبعث ولاد حلال أو الله يبعث شي يعني الحمد لله ما حد تركنا أول وقت الانفجار في كتير فعلين خارجه الحمد لله رب العالمين ليندا لكل اللي حابب يشتري منيك ويدعميك ويشجعيك كيف يلاقيك؟ عندي صفحة على الفيسبوك اللي هي اسمها سوس ماجيك اسمها سوس؟ سوس ماجيك ماجيك إيه ياريت والله إيه تشجع على الفيسبوك على الفيسبوك سوس ماجيك فيه يفوتوا لعندي ويشوفوا كل شغلة ويطلبوا منيك ويطلبوا ياريت بتمنى حد يشجعلك طيح أنا كمان بإسمكتار من اللبنينية حابب شجعيك وقالك يعطيك ألف عافية الله يعافيك يا رب ونحنا منكبر ومنفتخر بالأمهات اللي متلك ياللي هن مش بس أمهات بيطعبوا بيتربايك أولادهم كمان اليوم عم نكونهم الحمد لله وعيلين عم بعيلوا العيلة وسند حتجاوزهم طبعا وهيدا الشي بدل قد حضرتك إنسانة مسابرة ومحترمة الحمد لله الله يخليك يا رب حابب شجعيك شوي هيدا ماشي بعرف ما بتعمل شي هيدا ميت دولار كلك زوق يعطيكون ألف عافية وأنا بتشكركم كتير دمانا من فعل خير بتشكروا كتير حق خلاب هالشهر القضيل إنه يقول للناس حلوين يلي بعدهم عم بيسابروا لحتى يطلعوا لقمة عايشون إنه بعد في ناس حلوين حدنوا كلنا حد بعضنا وكلنا بيحاجة عادة تسلم الله يخليك أكيد الله يجزي الخير وبيقلو رمضان كريم علينا وعليكم يا رب وإن شاء الله هلأ على وجنا ومن بعد بيشتوك الناس على شاشة جديد بيجيكي شغل كتير كتير يا ريت كله كمان على زوق بيكون إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيك العافية رمضان كريم ليه رب وعليكم يا رب كلك زوق تسلم الله يخليك شكرا لألك اللي شفتوا بها الحي اليوم حلو كتير وبيعطي أمل كتير أدي حلوين هالجيران يلي بالرغم من كل الأوضاعهم الصعبة يلي عم بعيشوها بعضهم متكاتفين وعم بيسندوا بعضهم وإيد وحدة وبيتقاصموا خفزتهم بالنص فعلا أبطال قصصنا لليوم بقصة وغصة بيعلموا كتير